موسيقى في منطقة الدول المجلس تعويل الخليجي بسم الله الرحمن الرحيم معكم فرمان تشكيل عس أبو ناشي أولاً نشكر مجمع السلطان قابوس على الاستضافة الجميلة هذه عندما نتكلم عن مستقبل بالنسبة للفن التشكيلي يجب أن نتطرق إلى نقطة مهمة التي هي نرجع في التاريخ للحركة التشكيلية واقتصاد المعارة الرسم بالنسبة للإنسان في البقعة هذه التي هي منطقة الخليجي لا ننسى أن منطقة هذه هي بداية الوعي للإنسان وبداية أيضاً اختشاف الكتابة وأيضاً في المنطقة هذه هناك الكثير من الآثار التي تثبت وجود عقلية جبارة بالنسبة للعالم كسار وعالم كله لأن اختراع الكتابة لم يكن شيء بسيط لذلك طبعاً الاهتمام في الفن التشكيلي واهتمام في قيمة الفكر الثقافي هذا طبعاً يعتبر نهضة حضارية جميلة جداً وتساهم في طبعاً ارتقاء الإنسان لأن أيضاً الفن التشكيلي هو وسيرة للتخاطب مثل ما طبعاً أد mechanic هي لغة التخاطب نستطيع تحدث معها فيها مع الإعظام نستطيع تحدث مع استراليا نستطيع تحدث مع كل الدول عمل الفكري هذا بالنسبة للمستقبل يعمل compromسة راح يكون أي نحن الآن نقلل مع هذا الايفون يعني هلون هذا الايبداع والابداع يمكن الفن كان بالسابق محدود لأنه ما كان ينظر إليه كفكر راقي جدا وبسبب نهضة حضارية لكن الحين كلنا بدنا نشوف ومطالع كيف سبقتنا أوروبا؟ 400 سنة ما يقالت وصلنا إلى هذا وصل عندهم طبعا الوعي والفكر والابداع إلى هذا المستوى نحن بالنسبة لدولة خليجية ودولة خليجية ما زرنا أكثر من تقريبا 100 عام لذلك جدامنا الكثير للعمل وأنا أتوقع أنه واجب أن نكرس جهود الفكر ونزيد المعارض ونطلع إبداء الشباب ونركلت طبعا على الجيل القادم ونواكب الحضارات ونواكب أوروبا بالعكس لكن دائما أقول هذه الكلمة نحن لا نختلف نهائيا عن أي عقل متطور في العالم نحن ممكن ننفس ننفس اليابان ننفس أوروبا ننفس كل الدول لكن نحتاج إلى أحد يدعم الفكر وينظر إلى بنظرة ثقافية واقلة نشوفوا في عقلية هذه المجتمعات هذا الشي للأسف بالخليج يعني جدا جدا قليل نتمنى يعني طبعا الأمل الفني سواء كان مركة سواء كان محوتة سواء كان مجسر يأكس مدى ثقافة هذه الدولة مدى تفكيرها مدى العقلية الموجودة إذا ساهمت كل الدول الخليجية تقدر وتزيد وتثف من الأعمال المركبة هذه والمنحوتات يعني قضي النظر هذا كان ضد الشريعة أو غيرها يعني في أشياء يعني مجرد أن أشياء بسيطة تكون وقضي النظر أيضا أن نحن لما ننظر إلى العمل هذا الفنان ما يستاهل وأن هذا لا ما سوى شغلة صحة أنت قاعد تشوف عمل مثلك هذا العمل يترك أثر ونحن واجب على أن نكشف المجتمعات الخارجية مدى عقلية الفنان الخليجي وهذه نقطة جدا مهنة فعلا كلام أستاذ حسين نحن محتاجين إلى هذا لدينا تجربة سابقة الأسف يعني صارت شويةنا في الكويت قدمنا أكثر من عشرين فنان أعمال مركبة وأعمال جدا جميلة تترك أثر كبير في طريق المطار لكن قاعدنا ما يقارد ستة شهر نحاول نحاول نسوينا وقضينا كل الترخيص وكل الأوراق من مزارة الكهرباء لكن آخر شيء في قرار واحد ونرفض الأعمال هذه لو كانت موجودة حاليا هالكلام هذا مئة بالمئة رح تدخل الكتب رح يعرفون برا أن فيه بالكويت فيه ثنانين عندهم وقاعد تفكر قاعد تأكس لكن مجرد فرام نتمنى بالمستقبل يزيد هذا الشيء وهذا شيء وهذه نقضة جدا مهمة ونتمنى أيضا سواء في أمان أو السعودية أو قطر أو البحرين أن يزيد هذا الشيء هذا الشيء فعلا يترك أثر كبير ويعطيكم العافية